فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة كما ذكرنا أن هذا فيه سد الذرايع وأن الحلال إذا كان يفضي إلى الحرام فإن الحلال يترك سدا للذريعة والله جل وعلا أعطى البديل عنها قال وقول انظرنا فهذا فيه أن من نهى عن شيء وكان له بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ويوجه إليه هذه الكلمة انظرنا ليس فيها احتمال وأما راعنا ففيها احتمال لليهود قال لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم هذا ما ذكرنا أنها منع منها لأمرين أمر الأول التشبه بالكفار ولو في اللفظ والثاني سد الذريعة التي تفضي إلى الحرام وفيه ما ذكرنا أنه إذا كان هناك بديل لا احتمال فيه ليس فيه احتمال للسوء فإنه يؤخذ بالبديل ويترك ما هو محتمل لأن كلمة انظرنا ليس فيها احتمال خلاف راعنا ففيها احتمال فلذلك منع منه إذا شيخ هذا النهي الواضح في بنص القرآن عن مشابهة في مجرد ألفاظ بين مسلمين الكافرين أصلا مهم في النهي عن مشابهة في غير ذلك ما في شكه التشبه ممنوع بوجه عام التشبه بهم في الكلام وسيأتي كلام الشيخ في تعلم رطانة الأعاجم من غير حاجة وتشبه بهم في اللباس الخاص بهم تشبه بهم في المشياء تشبه بهم في الأكل والشرب يعني في صفة الأكل والشرب لا في أصل الأكل والشرب لكن في صفة الأكل والشرب